موسيقى الإدانات تتوالى للاعتداء الأمريكي في جرف النصر بغداد تبلغ واشنطن رفضها التصعيد الأخير وانتهاك السيجادة موسيقى غياب التوافق السياسي واجل انتخاب رئيس للبرلمان والكتل السنية تستعد لخوض مباحثات لحسم المرشح موسيقى يستبق سريان الهدنة قصف نسر إلي متواصل على غزة وانتنياهو يتوعد باستئناف العدوان بعد صفقة الأسرة موسيقى أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة الرابع وإلى التفاصيل حيث أبلغ وزير الخارجية فؤاد حسين السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانيسكي بأن التصعيد الأخير فيه تجاوز على السيجادة العراقية أحصير خلال لقاءه رومانيسكي أدانى الهجوم الذي استادف منطقة جرف النصر والذي جرى دون علم الجهات الحكومية في البلاد مضيفا أن ذلك انتهاك خطير وواضح للسيجادة العراقية أدانى مجلس النواب على الاعتداءات الأمريكية في جرف النصر واستهداف قوات الحجر الشعبية دعينا الحكومة إلى تطبيق قرار الفنلمان القضي بإخراج القوات الأمريكية من اتجاه رأي وإبداء العراق هذا التجاوز السافر ندينه في مجلس النواب وبأشد العبارات الاعتداءات الأمريكية الجبانة التي استهدفت أبناءنا في الأجهزة الأمنية من قوات الحجر الشعبي المجاهدة والتي أدت إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين بجروح بليغة ونحن إذ نرفض وندين هذا الاستهداف العدواني ندعي الحكومة العراقية وجميع المتصدين للشأن السياسي إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق وأيضا لإبداء موقف وطني ومسؤول وواضح تجاه هذا التجاوز السافر الذي يستهدف الروح الجهادية لأبنائنا في القوات الأمنية والحجر الشعبي استنكرت حركة إرادة بأشد العبارات الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية بقصف منطقة جرف النصر في بابل الحركة في بيانة أشدت بموقف الحكومة الذي رفض هذا الاعتداء وعده انتهاكا سافرا للسيادة والقوانين الدولية ضعية إلى إجراء تحقيق بالحادثة وتطبيق قرار البرلمان بإخراج القوات الأمريكية من البلاد أضو مجلس النواب علي تركيا أكد أن دور القوات الأمريكية في العراق ليس للاستشارة وإنما قتالية بجهوزية عالية تركيا وخلال استضافته في نشرة سابقة قال أن على الحكومة إلغاء كل الاتفاقيات مع الجانب الأمريكي من المفروض أن يكون لها موقف واضح وحقيقي بمتابعة هذا القانون وأن تقوم بإلغاء كل الاتفاقيات الأمنية مع الجانب الأمريكي كون الجانب الأمريكي اليوم لا يحترم هذه الاتفاقيات سواء كانت هذه الاتفاقيات عسكرية ونرى أنه اليوم الجانب الأمريكي هو من أكبر الداعمين لداعش وبشهادات قيادات أمريكية إنه هي من أوجدت داعش في العراق وهي من تمول داعش وهي من بالأمس القريب في حادثة البعيثة وغيرها هي من لديها مطارز أمنية تقوم بقتل العراقيين فأينا أن هذه القوات ليست قوات مستشارين مخصصة لتدريب القوات العراقية وأنما قوات قتالية بأعلى الجهوزية ومخصصة لقتل الأجهزة الأمنية وقتل أبنائنا في الحجد الشعبي والقوات الأمنية نفى النائب عن الإدارة التنسقي معين الكاظمي صفقة الاستشارة عن الوجود الأمريكية في العراق الكاظمي قال في مؤتمر عقد داخل الدائرة الإعلامية في البرلمان على الحكومة والمجلس التشرعية العمل على إخراج القوات الأمريكية من العراق الوجود الأمريكي في العراق هو لغرض التدريب والاستشارة القانونية والأمنية هو غير حقيقي وجود هذه القوات في قاعدة عين الأسد في قلب الصحراء ماذا يعني؟ هل يعني تدريب واستشارة قانونية وأمنية؟ وجود قاعدة الحرير في جبال كردستان وهكذا كان الوجود الأمريكي يعتبر وجود قتالي عسكري ليس له غطاء قانوني أو دستوري إضافة إلى تصريحات الأمريكان بأنفسهم بأن هذا الوجود هو لمتابعة وأذى الدول المجاورة وهذا مخالف للدستور العراقي الذي يمنع أن يكون العراق منطلقا لإيذاء دول الجوار لذلك نرى لابد من إنهاء الوجود العسكر الأمريكي في العراق قصفت الفصائل العراقية قاهدة أمريكية في مطار أربيل بطائرات مسجرة الفصائل في بيانة ذكرت أن الطائرة أصابت هدفها بشكل مباشر وحققت العديد من الخسار المادية داخل القاهدة مضيفة أن الهجوم يأتي ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق الأهالي في قطاع غزة هذا وعدت إيران هجوم العراق على القواعد الأمريكية من أجل استقلاله والدفاع عن إخوانه وزير الخارجية الإيرانية أمير عبدالهيان قال أن لا يمكن للبنانيين والسوريين والعراقيين واليمنيين أن يقفوا متفرجين على ما يجري من ظلم في قطاع غزة وضيفا أن الفصائل لا تعمل بالوكالة لطهران بل من أجل مصالح بلدانها والأمة العربية ثمانية شهداء كانوا حصيلة الاعتداء الأمريكي في جرف النصر اعتداء استباح السيادة العراقية وأثار حفيظة قوى سياسية وشعبية عراقية ردود الفعل وتداعيات الاعتداء يتناوله زميل مصطفى علوش في هذا التقرير بطائرات مسيرة أمريكية تخرق السيادة العراقية من جديد والحصيلة عشرة الشهداء والجرحى استدافنا في غربي بغداد وآخر في جرف النصر شمالي بابل أعاد من التوترات الأمنية إلى الواجهة من جديد وزاد من مخاوف اتساع نطاقها بين الأوساط الأمنية الأمر الذي يتطلب من الحكومة تحديد أدوار الولايات المتحدة ومعهد تعالف الدولي وفق اتفاقية الإطار الستراتيجي أنه أصبح لزاما على الحكومة العراقية أن تحدد أدوار الولايات المتحدة الأمريكية ولا تعتبرها ساحة جبهة نعم قد يكون لك حق الرد لكن هناك أمن قومي عراقي هناك حياة عراقي موجودين سيأخذ مداه في القانون العراقي والدستور العراقي لا يمكن أن نسمح لأي دولة إن كانت تركيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أن تأخذ زمام المبادرة وتقوم بقتل من تقتل وتخرق ما تخرق من القاونين هناك مبدأ متكافئ في اتفاق إطار الستراتيجي بعيد المدى تقول به الولايات المتحدة الأمريكية في قسم الثالث المختص بالأمن بأن ستراعي الحفاظ على أمن واستقرار العراقيين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وترى بعض الأوساط السياسية أن تواجد القواعد العسكرية الأمريكية داخل الأراضي العراقية يمثل مصدر تهديد للأمن القومي ومنطلقا لتوليد الأزمات الأمنية والتوترات داخل المنطقة لذا ما تتبناه فصائل المقاومة الاستهداف لهذه القواعد أحد آليات الردع لهذا الحراك الآن هناك استهداف لمواقع عسكرية تعد بمصافي قواعد إرهابية إذا عدنا للموادة سابعا في الدستور العراقي ثانيا تقول أن العراق سيحارب كل أجيال للأرهاب ويحارب الأرهاب بإنواعه ولن يكون منطلقا للأرهاب لتكن الأرض العراقية اليوم القواعد الأمريكية أصبحت قواعد إرهابية دليل ذلك آلة الحرب الأمريكية الآن تستخدم لإبادة الشعب الفلسطيني استهدافات قوبلت بيانات غاضبة لمختلف الفعاليات السياسية ومنها تحالف نبني الذي أكد موقفه الداعم لتوجهة الحكومة الداعمة لإخراج القوات الأمريكية من العراق بموقف رافض لجميع الاعتداءات الخارجية على الأراضي العراقية تقابل الأوسط الأمنية والشعبية الهجمات الأخيرة التي استشهد إثرها عدد من المقاتلين مصطفة الوشع الرابعة بغداد أجل مجلس النواب انتخاب رئيس جديد له إلى حين تحقيق التوازن السياسي نائب رئيس البرلمان محسن مندلوي طلب من عضاء مجلس النواب التصويت على تأجيل الفقرة لحين الاتفاق على المرشح أول فقرات جدوى الأعمال انتخاب رئيس مجلس النواب سيدات والسادة النواب رغم مباشرة مجلس النواب إجراءات انتخاب رئيس المجلس وإدراج الفقرة الأولى في جدوى الأعمال هذه الجلسة لتكون انتخاب رئيس مجلس النواب ولكن استنادا إلى المادة 12 ثالثا والتي ينص إذا خلى منصب رئيس المجلس أو أي من نائبه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا للضوابط التوازنات السياسية بين الكتل لذلك أطلب موافقة المجلس على تأجيل الفقرة أولا من جدوى الأعمال لحين تحقيق التوازن السياسي أطلب التصويت على تأجيل الفقرة أولا التصويت تمت الموافقة هذا وأكد القياد في تحالف العزم فارس الفارس عدم وجود اعتراض لتحالفه على نواب تقدم وانتخاب شخصية منهم لمنصب رئيس البرلمان الفارس وخلال استضافته في برنامج من جهة الرابعة قال إن كتلة أو كتلته وافقت على تأجيل جلسة مجلس نواب إرضاء للكتل السنية الأخرى لم يمضي الكثير على إنهاء عضوية رئيس البرلمان وما زالت الأمور التشاور ويحتاج لمنصب مهم وكبير في الدولة العراقية كتلة العزم ما دين أيادين للآخرين يعني واليوم يمكن رضينا بتأجيل انتخاب رئيس البرلمان إرضاء لبعض الكتل السياسية السنية خلي نقول اللي مفروض تكون تقدم مرشحها ما عندنا اعتراض عليهم تقدم ليس لدينا اعتراض بالإجماع خلنا نقول على رئيس تقدم حزب تقدمنا اعتراضنا جملة وتفصيلا أما البقية من أعضاء تقدم فهم نواب من المكون وأهلهم حق التقديم ويمكننا نرضى العزم توقع نائب المستقل علاء الحيدري ترخيل انتخاب رئيس مجلس نواب لما بعد العطلة التشريعية الحيدري وخلال استضافته في نشرة سابقة قال ان الجلسات الأخيرة للبرلمان التي عقدت قانونية ولا يمكن الطعن بها اعتقد الموضوع راح انه يمكن ما بعد عطلة الفصل التشريعي لم يحسم ممكن ينطوله يبقى رئيس مجلس نواب بإدارة جلسات مجلس نواب هو النائب الأول النائب الأول نحسن مندلاو بالتالي هذه الجلسة ليست جلسة اعتيادية وانما جلسات استثنائية اعتقد انه يعني يضاف عليه شرعية ولا يوجد وان كان هناك من حق انه يعني اللي يريد يقدم طعن من حق انه يطعن بالمحكمة الاتحادية لكن انا اعتقد انه لا انه يجدي نفعا الطعن في جلسات مجلس نواب كما شهدت جلسة الفرلمان أمس تصويت على مقترح قانون تعضير قانون مفوضية الانتخابات الخاصة بتمديد عمل المفوضية لستة اشهر ليتسنى لها القيام بواجباتها بصورة شرعية للحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير منتظمة في اقليم ونتائج انتخابات برلمان اقليم كردستان العراق شرع هذا القانون سيادة رئيس تصويت على المقترح اللجنة للأسباب الموجبة سيدات وساد النواب اطلب التصويت على الاسباب الموجبة لمقترح اللجنة تمت الموافقة سيدات وساد النواب سيدات وساد النواب اطلب الموافقة على القانون بالمجمل المادة اولا وثالثا والاسباب الموجبة واعادة الاخترحات تصويت تصويت تمت الموافقة أكد رئيس الفريق العالمي لمفاوضية الانتخابات عماد جميل أن تصويت البرلمان سيسهم في القانون الجديد في استقرار عمل المفاوضية جميل خلال صدافته في تمديد أو أضافة في نشط سابق أن تديد عمل المفاوضية ستغطي انتخابات مجالس المحافظات الشهر المقبل وانتخابات برلمان الأقليم مطلع العام المقبل وجود المجلس المفاوضيين على هرم المفاوضية وإدارتها لأن القرارات في إجراءاتها بعد الانتخابات ستكون في مجلس المفاوضين ووجود مجلس المفاوضين والمصادقة على نتائج الانتخابات وكذلك المصادقة على أسماء المرشحين الفائزين وبذلك هذه الفترة التي تمديدها للمجلس ستغطي انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في 18-12-2023 وكذلك لسحقاق الانتخاب لانتخابات برلمان الأقليم في 25-22-2024 أكدت مفاوضية الانتخابات أن أكثر من 17 مليون ورقة اقتراء خاصة بالانتخابات المحلية ستصل قريبا عبر مطارات البلاد مصدر في المفاوضية ذكر أن ورقة الاقتراء تختوي على أكثر من خمس علامات أمنية كما هي متوفرة في العملة النقدية العراقية بالإضافة إلى وجود ماسح ضوئي لا يمكن تزييفه حتى لو تم استنساخ الورقة وألفت إلى أن اللجنة الأمنية العليا للمفاوضية أمنت مراكز الاقتراء والمواد اللوجستية في مخازن خاصة بعد ثلاث جلسات وقراءتين تشريعيتين حسم البرلمان مقترح تنديد عمر المفاوضية العليا للانتخابات المقترح تضمن تنديد عمر المفاوضية ليكون 54 شهرا لمنحها الوقت الكافي لإغلاق ملف الانتخابات المحلية بعد قراءتين وبجلستين استثنائيتين البرلمان يصوت في جلسته الاستثنائية الثالثة على تعديل قانون المفاوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي مدد ولاية عمل مجلس المفاوضين لستة أشهر لاستكمال أعماله بإقامة انتخابات خالية من الإشكالات بعيد عن آلية الانتخاب وآلية عمل المفاوضية واستعدادات المفاوضية نحن أمام تاريخ بات وملزم ما هو تاريخ 7-1-2024 انتهاء ولاية مجلس المفاوضين الحالي الانتخابات تجري يوم 18-12 المفاوضية بحاجة لما بعد الانتخابات لا أقل من شهرين نظر بالضعون بالشكاوة اختيار مجلس المفاوضين جديد هذا ربما يحتاج إلى وقت أكثر وأطول فصار رأيه بأنه تمديد عمل مجلس المفاوضين الحالي لمدة ستة أشهر الغطاء القانوني لإدامة عمر المفاوضية حتى المصادقة على نتائج الانتخابات قد وفره البرلمان لمجلس المفاوضين الذي تنتهي ولايته في السابع من كانون الثاني العام المقبل وهنا ستكون المساحة أوسع للمفاوضية في إدارة العملية الانتخابية وللأطراف السياسية في حال ذهبت بمسار الاعتراضات تمديد فترة المفاوضية نعم تعلمون حاليا لربما انتهاء هذه المفاوضية بعد انتخابات مباشرة بفترة قليلة لن تستطيع واقعا نقام بمهامها وواجباتها لماذا هناك لربما تكون طعون لربما تكون انتهاكات معينة اعتراضات مقبل القوى السياسية وهذا ما شاهدناه سابقا وبالتالي موضوع تمديد عمل مفاوضي نعم عمل مهم جدا وهو مكمل وبصورة رئيسية لاستكمال حلقات الانتخابات القادمة لضمان انتخابات شفافة ونزيهة بإعطاء مساحة عمل كافية لمجلس المفاوضين البرلمان يصوت على تعديل قانون مفاوضية الانتخابات بجلسة استثنائية ثالثة أحمد ليث بغداد قناة الرابعة وجه وزير الداخلية عبدالامير الشمري الاستمرار بتثقيق طلاب المدارس والجامعات من مخاطر المخدرات والابتزاز الشمري خلال ترأسه مؤتمرا في مقر الوزارة لتعزيز الامن المجتمعي دعا إلى توعية العشائر من خطر آفة المخدرات وتقديم الدعم والإسناد من الشيوخ الأصلاء الداعمين للدولة والقانون مؤكدا أهمية بدل الشرطة المجتمعية في بغداد والمحافظات الجهود كافة في تثقيف طلاب المدارس والجامعات من مخاطر السموم البيضاء وغيرها من الجرائم الدخيلة على المجتمع أرقام غير مسبوقة تعلنها الأجهزة الأمنية عن المتاجرين منذ أشهر أما أسباب التعاطي وارتفاع النسب نتابعها مع مراسلتنا زينب سبتانة أكثر من 13 ألف تاجر ومروج ومتعاطي مخدرات في قبضة القوات الأمنية خلال الأشهر العشرة الماضية مما يؤشر لخطر استفحال هذه الظاهرة في البلاد تجارة وتعاطي وغيرها أحكمت الداخلية على هذه الممنوعات بضبط أكثر من ثلاثة أطنان ونصف الطن من المواد المخدرة المختلفة بعملياتها النوعية المتصاعدة نعم قامت وزارة الداخلية بسلسلة من الإجراءات أولا ضرب التجار الدوليين والتجار المحليين بالدرجة الأولى ثم ضرب المروجين والناقلين باستخدام التقنية الحديثة بالتعاون مع الأجهزة الأخرى يعني خلال هذا العام أكثر من 13 ألف تقريبا وضبط ما يقارب ثلاثة ونصف طن واخمسة عشر طن للمؤثرات العقلية وتعددت أسباب التعاطي وفق رؤية مواطنين منها ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات الفقر في العراق ليرفع المطالبات بتكثيف الجهود الاستخبارية والحملات الأمنية من خطورة هذا الأمر طبعا في الأولى الأخيرة انتشرت ظاهرة تعاطي المخدرات وخاصة من فئة الشباب واللاحظة أسباب كثيرة منها البطالة هذا سبب رئيسي أن الشباب تائه بين الكوفي شوب وغير أماكن فهذا يدفع بتعاطي المخدرات التربية تربية الأهل أصدقاء السوق كثير من الأمور بطالة عن العمل مروجين هواية أكوف هذا كله يأدي لازم فرض الأمن لازم متابعة القبض على تجار المخدرات المصدر الذي يدخل منه الذي يأخذ منه وتواصل وزارة الداخلية تحركاتها الإقليمية والدولية وتوقيع مذكرات تفاهم لمحاربة شبكات تجار المخدرات داخليا وخارجيا جملة من الأسباب أدت إلى زيادة آفة تعاطي المخدرات بالبلاد في حين تبذل الجهات المعنية قصار جهدها في سبيل إنهاء هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع زينب ستار قناة الرابعة بغداد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة وجود تركء في الأعمال الخدمية التي تنفذها الوزارة لفك الاغتناقات المرورية وقال المتحدث باسم الوزارة استمرق صباح إن المشاريع وحيلت إلى شركات الرصينة وتتابع مع الجهات المسؤولة فضلا عن المكتب الهندسي والاستشاري الرصينة مؤكدا تأسيس فريق عمل مختص لكل مشروع ينفذ حاليا من جميع الجهات المرتبطة من وزراء الكهرباء وأيضا النفط وأمانة بغداد والدفاع روتين يومي ومشهد معتاد ومكرر في بابل زحام خانق في الشوارع الرئيسة والفرعية يكتم أنفاس المدينة مختصون في الجانب الهندسي أكاد لزميل زيد الشهيجب أن عدم الالتزام بأليات تحديث المخططات الرئيسة للمدينة أسهم بتعميق أزمة السير والازدحامات أساءة السابعة صباحا الشوارع تبدو هادئة نسبيا من زحام المركبات بعد ثلاثين دقيقة تغير حالها اكتظت بمركبات المواطنين الذاهبين إلى عملهم ودواماتهم لتغلق هذه الشوارع نسبيا وتشل الحركة بها بسبب تضاعف أعداد العجلات سنويا والتركيز على شوارع مدينة الحلة الرئيسية من قبل المواطنين والله الطرق مزدحمة جدا مزدحمة جدا الطرق يعني حالة الطالب يرثلها بخصوص الدخول والخروج من الجامعة واثناء الدراسة يعني الصراحة نطلع قبل الموعد بساعة أو قبل نص ساعة يعني واجه صعوبة من أوصل للجامعة ما أقدر أوصل بطريقة سهولة يعني إذا كانت المحاضرة مات الساعة ثمانص أوصل يادو بالساعة تسعة تسعة وعشرة وتالي يعني من وراء هذه الازدحمات التي قاعدت السر بالطريق ويشير خبراء في المجال الهندسي إلى عدم الالتزام بالمخاططات الرئيسية للمدن ومراجعتها كل خمس سنوات أو عشر بضمان استحداث الطرق وتحديث مسارات جديدة وتمييز المناطق التجارية والسكنية والطرق السريعة السبب الأساسي أنه عدم الالتزام بالمخططات الأساسية للمدن ليش؟ لأن هولنديوز استعمالات الأراضي هناك مخططات للمدن تراجع هذه المخططات كل خمس سنوات كل عشر سنوات المدى المتوسط وكل خمسة وعشرين سنة المدى البعيد فحاليا يجب الالتزام بهذه المخططات هذه المخططات عبارة عن توزيع أراضي وتواجه حكومة بابل مشكلة الاستملاك لأصحاب الأراضي الواقعة على الطرق المهمة مما أثر سلبا على تأخري إكمال بعض المشاريع وتصدرت مشاريع الطرق أولوية المطالب لحكومة بابل بتخصيص أموال لها لمعالجة المتضرر منها وإنشاء طرق جديدة زيد الشهيبة رابعة بابل تواصل قصف الاحتلال الاسرائيلي على مناطق عديدة في قطاع غزة مخلفا عددا من الشهداء والجرح والمفقودين وسط غموض بشأن موعد بدء الهدنة يسود الترقب بشأن بدء سرايان اتفاق الهدنة الإنسانية التي تم التواصل إليها بين الاحتلال وحركة حماس حيث أكدت وزارة الخارجية القطرية أن أعلان موعد بدء سرايان اتفاق الهدنة في غزة سيكون خلال الساعات القادمة مشيرة إلى أن المحادثات بشأن الخطة التنفيذية للاتفاق تسير بشكل إيجابي زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن العدوان على غزة سيتواصل بعض الانتهاء من الهدنة وسقط تبادل الأسرة وأخبر نتنياهو وقال أنه أخبر رئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل ستواصل بعض صفقة حربها على غزة لعادة كل الأسرة كما زعم أيضا أنه أبلغ جهاز الموساد بأنهم قد يعملوا أفرادا وقادت حماس أينما وجدوا أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء 190 شخصا من المصابين من مستشفى الشفاء في غزة إلى مستشفيات أخرى وذكر الهلال الأحمر أن الأشخاص الذين تم إجلاءهم تم نقلهم إلى مستشفى الأوروبية في مدينة خانيونس وذلك تحسبا لأي هجوم أو اقتحام للإقتلال الإسرائيلية للمستشفى لافتا إلى أن 14 سيارة إصعاف وحافلتين للأمم المتحدة شاركت في عملية الإجلاء اعترضت مدمرة أمريكية أثناء بحرها في مياح البحر الأحمر طائرات مسيرة مفخخة أطيقت من اليمن القيادة العسكرية الأمريكية في بيانة انذكرت أن الطائرات المسيرة أسقطت بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية التي هي S.S.U.V. Thomas في دورية في البحر الأحمر فيما لم تتعرض السفينة ولا تقيمها لأي ضرر أو إصابة الحديث حول آخر المستجدات في قطاع غزة ينضم إلينا ومراسلنا هناك محمد البلبيسي محمد باضا تحقيق ضعنا في آخر تطورات دايكة في القطاع نعم فوزان آخر التطورات مزيدا من الخصف الإسرائيلي ومزيدا من المجازر تكبه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في معظم مناطق القطاع من الشمال حتى الجنوب هذه الليلة الماضية كانت ليلة عنيفة جدا وكان ينتظر الفلسطينيون هنا بدء سريان اتفاق التهدئ الذي أعلن برعاية قطرية ومصرية ودعم أمريكي ولكن سراء ما تغير الحال وأعلن بأن لم يتم تحديد موعد هذه الرجنة لهذا اليوم وأعطوا 24 ساعة أخرى على أن يكون بدء سريان التهدئ خلال الساعات القادمة أو صباح يوم غد الجمعة نتحدث أن هناك بعض الإشكاليات التي حصلت في المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والجانب المصري حول هذه التهدئة والوصول إلى صيغة نهائية وتطبيقها وبدء سريانها لبعض الخلل الذي حصل حيث قال الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية بأن حركة حماس لم تقوم بتزويدهم بأسماء هؤلاء الأسرى الذين سيتم كان من المفترض إطلاق صراحهم خلال هذا اليوم لبدء سريان هذا تهدئ فامتد هذا الوقت وطلب من الوسطى تمديد هذا الوقت حتى يتم البدء بسريان هذه التهدئة ولكن على أرض الواقع وفي الميدان هناك غارات إسرائيلية عنيفة واشتداد المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وبين الجيش الإسرائيلي الذي كثف بغاراتها الليلة الماضية العشرات من الغارات في مدينة جباليا شمال قطاع غزة في حي الزيتون تم استهداف مسجد الشافعي وهو في منطقة عسكولة واستهداف عدد من المساجد وأيضا استهداف مناطق مختلفة ومراكز إيواء في شمال مدينة غزة ومركز المدينة حي الصبرة الليلة أو في صباح هذا اليوم قامت طائرات الاحتلالي الإسرائيلي باستهداف مربع سكني كامل يتبع لعائلة الحسينة وأبو شبيعة وهذا المربع يوجد به عدد كبير من السكان لم يخلو هذه المنطقة أيضا في منطقة حي الزيتون وحي الشجاعية كان هناك غارات عنيفة منطقة الوسطى كان لها النصيب الأسف بالغارات مخيم النصيرات ومخيم المغازي مخيم النصيرات كان هناك عدد كبير من الاستهدافات للمنازل المواطنين وأيضا استخدام الأحزم النارية على المربعات السكنية التي يتواجد بها النازحين وكانت كثافة والاحتلال على ما يبدو كان يريد استغلال هذا الوقت قبل دخول التهدئة لارتكاب مزيد من المجازر وزيادة أعداد الشهداء والجوحة حول التصريح الذي ذكر أن هناك عملية اعتقال طالت الكوادر الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي ومنها مدير المستشفى سيد محمد أبو سلميجة يعني ما هي صحة هذه الأخبار؟ بالتزامن مع القصف الإسرائيلي واشتداد الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة الجيش الإسرائيلي بعدما سمح بالتنصيق مع الصليب الأحمر ونظمة الصحة العالمية بإخراج المرضى والنازحين بحافلات قلتهم من مجمع الشفاء الطبي وقلت أيضا عدد كبير من الكوادر الطبية الذين كانوا يتواجدون بمجمع الشفاء تم إخلاء هذا المجمع بالكامل وآخر من خرجه هو الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى ومجمع الشفاء الطبي ولكن سرعان مقام الجيش الإسرائيلي بإحتجاز هذه القافلة أو هذه الحافلة على الحاجز الذي يتواجد في شارع صلاح الدين وتم توقيف هؤلاء المرضى والكوادر الطبية لأكثر من خمسة ساعات جاءت تحقيق مع الجميع وعتقل المدير الطبي ومدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية برفقة عدد من الكوادر والأطباء وأيضا باعتقال عدد من المرضى وعدد من النازحين والرفقاء لهؤلاء المرضى مرافقين المرضى تم اعتقال عدد منهم وأيضا سحبهم إلى الداخل الإسرائيلي أو مركز المخابرات الإسرائيلي هذه الموجهات وهذه الأحداث المتسارعة التي تأتي بالتوازي مع الحديث لاتفاق التهديع وموافقة إسرائيل إلى هذه الصفقة يربك هنا سكان قطاع غزة خصوصا أن السكان ليس لديهم وسائل الإنترنت نحن نتحدث أن الجميع قد ذهب إلى النوم وكان يتأكد بأن الساعة العاشرة ستكون تهدد في دخل حيث التنفيذ ولكن هؤلاء الناس عندما خرجوا إلى الشوارع إلى المناطق تفاجئوا باستمرار الغارات الإسرائيلية تفاجئوا باستمرار الاشتباكات نتحدث عن مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية في منطقة المغازي في منطقة شرق إدير البلح وشرق مخيم لبريج حيث قوات إسرائيلية تمكنت وتحاول الدخول ولكنها سرعان مجتبكت مع فناصر المقاومة الفلسطينية وهذا أيضا ليس بعيد على ما يحصل ودائرة الاشتباكات والحرب على الأرض في منطقة مدينة غزة تل الهوى حي الصبرة شارع الثلاثيني مناطق محيط مجمع الشفاء الطبي محمد كان في صباح يوح هناك قصف في غرب مدينة رفح وطال مبنى الداخلية الإصلاحية تابع لقطاع غزة هذا الغارة الإسرائيلية استهدفت هذا المكان وأصابت عدد كبير من المواطنين وأيضا كان هناك استهداف لمحيط مستشفى الإمارات في مدينة رفح وأيضا هناك اليوم وفي ساعات الصباح الأولى كثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بغاراتها على جنوب قطاع غزة تحديدا مدينة خان يونس وشرق خان يونس وصولا إلى مدينة رفح وشرق المدينة حيث نتحدث بأن الجيش الإسرائيلي كثف من غاراته بمحيط مستشفى الإمارات وأيضا عدد كبير من المناطق والمراكز التي يتواجد بها النازحون الفلسطينيين في مدينة رفح ومناطق وجودهم لأن الجيش الإسرائيلي كما قال ويدعي أن هذه المناطق هي مناطق أكثر أمن من جنوب وادي غزة أو وصولا إلى أقصى الجنوب ولكن بصراحة وشهدناه نعم عفوا منذ ساعات الصباح الأولى بأن القصف يتركز على أماكن المدنيين نعم محمد أخيرا أخيرا وبسرعة يعني فتح ما بالرفح أمام عودة الفلسطينيين إلى غزة يوم غد ما هي دقة هذه الأخبار التي تناقلتها مواقع يعني والصحف العربية حول هذا الخبر بتواصل قبل خليل ومعلومات وصلنا عليها من السفارة الفلسطينية بالقاهرة تحدثت بأن الجانب المصري سيفتح غدا معض الرفح في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة سيسمح للعالقين الفلسطينيين الذين يتواجدون في منطقة سيناء والعريش بالعودة إلى غزة وأيضا سيتم السماح لمن يتواجد في القاهرة والمدن المصرية بالعودة إلى قطاع غزة هي معلومات أكيدة مؤكدة أكدتها السفارة الفلسطينية بأنه سيسمح بعودة العالقين للجانب المصري ليعودوا إلى قطاع غزة هؤلاء العالقين الذين يتواجدون منذ بدء هذه الحرب الإسرائيلية ولم يستطيع الوصول إلى منازلهم أو إلى مناطق أمي نعم زميل محمد البلبيسي مراسلنا في قطاع غزة كتماعنا شكرا جزيلا لك محمد وصلنا لختم النشر وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيه الإدانات تتوالى للاعتداء الأمريكي في جرف النصر بغداد تبلغ واشنطن رفضها التصعيد الأخير وانتهاك السيادة غياب التوافق السياسي أجل انتخاب رئيس للبرلمان الكتل السنية تستعد لخوض مباحثات لحسم المرشح يستبق سرايان الهدنة قصف إسرائيلي متواصل على غزة وانتنياهو يتوعد باستناف العدوان بعد صفقة الأسرة ختم النشر في أمان الله اشتركوا في القناة